أعلن اليوم المعهد الفرنسي بتونس عن بعث مكتبة رقمية على شبكة الانترنت وهي خدمة جديدة ستمكن المشتركين في المكتبات متعددة الوسائط التابع على المعهد الفرنسي بتونس من الوصول إلى أكثر من 150 ألف وثيقة باللغة الفرنسية من صحف أجنبية وكتب إلكترونية إضافة إلى وثائق أخرى لمختلف الفئات العمرية من المستعملين الاشتراك في المكتبة متعددة الوسائط من شأنه أن يتيح الفرصة للمشترك بالتمتع بكامل خدمة المكتبة الرقمية من كتب وأقرص مضغوطة وموسيقى إضافة إلى مضامين تربوية والهدف هو إبراز الثراء والتنوع والجودة في هذه الخدمة المجانية للتونسيين الهدف الأساسي للمكتبة الرقمية تمكين المشتركين في المكتبة متعددة الوسائط من الوصول عن بعد إلى مجموعة من الوثائق الرقمية وهذه المكتبة تحتوي اليوم على 150 ألف وثيقة رقمية التونسي المهتم بثقافة الفرنسية يمكن أن يجد كل ما يحتاج إليها من موسيقى وكتب وأفلام وجرائد هذه المكتبة الرقمية الجديدة تأتي في إطار دعم التعاون الثقافي بين تونس وفرنسا والذي شهد تطورا هاما بعد الثورة التعاون الفرنسي التونسي هو تعاون ثري وعريق وفي تجدد وبعث المكتبة الرقمية وإحداث المركز الثقافي الجديد أواخر هذه السنة يهدف إلى إبراز أننا نواقب التطور وندعم تسهيل الحصول على المعلومة كما أننا ندعم ونساند تونس الجديدة التي تبنى الآن بعث المعهد الفرنسي في تونس لمكتبة رقمية يأتي في إطار نقل الثقافة إلى النظام الرقمي الذي يشهده العالم مع التطور الكبير لوسائل الاتصال والمعلومات الذي قد يطرح تساؤلا حول مستقبل الكتاب